في البداية النهاردة يا دكتورة عايزين نعرف وصيلة للحصول على التقوى آه يعني احنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الصوم شرعوا على كل الأمم قبلنا يعني مش علينا احنا بس على كل الأمم فاحنا عشان نحصل على التقوى التقوى بمعناها العام ان احنا نتقي عذاب ربنا سبحانه وتعالى حنتقي عذاب ربنا ازاي ان احنا نكتنب نواهي ونفعل كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالح وطبعا ده موجود في شهر رمضان الكريم لازم طبعا في راية قرآن كتير في صلاة القيام نصلي الأجر بتاعنا طبعا مضاعف التسبيحة بألف مضاعفة بألف حسنة ما ينفعش ان احنا نضيع لحظة أو يعني مهما الوقت اصلا الضيف عزيز وأيام معدودة ده رمضان ده أيام معدودة وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعني خلنا الصيام مش ليلا ونهارا لا ده هو يا دوبك ايه نهارا فقط يعني هنصم لنا عدد ساعات معين ونفطر مع غروب الشمس طبعا خلاص احنا الوقت بقى ايه مش هنضيعه بقى في اللغو في الحديث وفي النميمة طبعا ده اجرها يعني يعني هنعمل ايه ده احنا في الأيام العادية ماشي احنا موجودين هوتهو واكيد بنخطأ طيب احنا ده ده ضيف عزيز ما ينفعش ان احنا نغلط بقى احنا لازم ايه نعمل صيام عن مش عن الأكل والشرب بقى عن كل ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى فتلاقي الانسان نفسه حذر انا حذر قبل يا نهاري لكون قلت حاجة استغفر الله العزيز الله ما اني صايم حد انفعل عليك في الشغل في الشارع في الطريق تقولي ايه الله اني صايم هل معناه اني صايم انت مش بتقوليله او بتعرفينك صايمة لا احنا ده انت بتفكريه بتفكري نفسك ان انا في عبادة مع ربنا سبحانه وتعالى تمنعني من ان انا اقول حاجة تغضب ربنا او ان انا اعمل فعل يخلي عذابي عند ربنا ايه يعني كبير لا ده نعايز اتقرب من ربنا بالعمل الصالح